ده من الكلام على مركز الزهير الأيصر في منتخب مصر تدائمات اللي تحصل فيه دائما محمد شكري مع سراميكروباطرا عمل أداء رائع جدا فيه دورة التصور ممكن يبقى ليه مكان في القائمة النهائية تعالوا رجل أرقام محمد شكري هذا الموسم في الدورة اللي يعني بتسعة مباريات تسعة أساسي سجل هدفين طبعا هدفين بالتصويتين رقعتين جدا كتعدتوا يعني رجله حلو قوي تمريلاته المفتاحية 1.7 معدل لكل مباراة ده برضو محمد عبد السميع عمل أداء رائع جدا مع الإسماعيلي في الدورة بقول لكم الوجوه الجديدة يعني اللي ممكن تشوفوها في القائمة النهائية محمد عبد السميع عمل أداء رائع رائع جدا مع الإسماعيلي في الدورة هذا الموسم تمريل مباريات تماني أساسي تمريلاته المفتاحية معدلة 1.6 لكل مباراة تزداد 1.6 لكل مباراة صناعة الفرص 14 ممتاز دائم ممتاز جدا خد بالك ده قريب جدا هتلاقي عليه خناءات كتير قوي مصطفى زيكو طبعا أفضل لعب في زد وافضل لعب في حرص حدود الموسم الماضي عمل أداء رائع جدا على مدار موسمين هو لعب 8 مباريات بدأت 8 مباريات 6 أهداف سجلهم تمريلاته المفتاحية وهو واحد من هدفي الدورة تمريلاته المفتاحية 1.4 لكل المباراة أيضا أحمد أمين أفل المهاجم الواعد جدا في أمبي لعب 6 مباريات بدأت 6 أساسي سجل 3 أهداف صنع هدف التمريلات المفتاحية يعني واحدة كل المباراة تقريبا دعيبون تجزا ترجمة نانسي قنقر